مفاجأة كبرى من الرئيس السيسي إحالة ستة مسؤولين كبار للمحاكمة وفي مفاجأة كبرى الرئيس السيسي يتحاور مع خباز إيه سبب غلاء العيش الحر ورد قوي ننشر التفاصيل واعتبارا من اليوم تفاصيل رفع أسعار استوانات الغاز في مصر ومسؤول كبير بالدولة يكشف كم يكفي مغزون البلاد من القمح وفي خبر عاجل إثيوبيا تعين سفيرا جديدا لها في مصر وعاجل عطل فني في الخط الأول في مترو الأنفاق بيتسبب في توقف حركة القطارات وننشر التفاصيل في الفيديو في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول عاوزين نوصل ألفين أعجبني أو لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحية مصر وانتوا قدها زي ما متعودين في كل فيديو نبدأ مع بعض في تفاصيل الأخبار المهمة معنا في الوقت الحالي في مفاجأة كبرى من الرئيس السيسي إحالة ستة مسؤولين كبار للمحاكمة أحالة النيابة الإدارية في مصر مدير عام إدارة التأهيل السابق بوزارة التضامن ومسؤولين آخرين من مساعدين للمحاكمة لاستلائهم على أموال تكافل وكرامة الواردة ضمن قرض البنك الدولي تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدي العمل المطلوب منه بأمانة ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية كما بيّنت التحقيقات أن المتهم طلب صلفة مؤقتة بقيم مختلفة لتنفيذ برامج تقييمية وورش عمل في برنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض وبالتالي عدم تنفيذه أوضحت التحقيقات أن المتهم أقام سترا لجريمته باصطناع مستندات تسوية للسلف من أجل تقدمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة سورية بحل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض من أجل تلك السلفة ترطب على ذلك على استيلاؤه على هذا المبلغ لنفسه دون وجه حق وتبين أيضا أن كبير أخصائيين بالإدارة العامة التأهيل المعاقيم بوزارة التضامن وأخصاء اجتماع بذات الإدارة ورئيس قسم سكرتير لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن قاموا بتسليم المتهمة الأول قيمة مبالغ السلف نقدا من خلال كارت البريد مما مكنه من اختلاسها لنفسه المصدر معانا كان من اليوم السابع وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر نعم في عصر الرئيس السيسي يحدث ذلك يحدث أن تقوم النيابة الإدارية بضبط المتهمين بعد أن أخذوا فلوس مش من حقهم أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر في مفاجأة كبرى السيسي يتحاور مع خبازئ سبب غلاء العيش الحر ورد قوي من نشر التفاصيل الآن أثناء تفقده عدد من المشروعات في مصر القديمة وقاهرة تاريخية تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المواطنين والعاملين واستفسر عن أحوالهم المعيشية ومطالبهم وخلال جولته توقف الرئيس السيسي عند عدة محطات وتحدث إلى أحد العاملين في فرن خبز وسأله عن سعر الرغيف الحر وقال العيش الحر بتبيعه بكم بصراحة ليرد عليه المواطن الحر بينبيعه بنص جنيه والعادي بينبيعه بشيلن الرئيس السيسي قال العيش الحر أقل من ثمنه أنت بتبيع الحاجة أقل من ثمنها أنا مصدقك ليجيب المواطن لا مش ببيع بأقل من ثمنه في حين قاطعه الرئيس السيسي وقال أنت مش عارف أن الرغيف بدقيقه والخمير والعامل وبشوية الكهرباء والغاز والإيجار بتكلف الرغيف خمسة وستين قرش فلو أنت بتبيعه بخمسة وستين قرش هقول ماشي بثمنه ولو بتلاتين قرش هقول بتكسب خمستاشر قرش بتعمل كم رغيف في اليوم فرض عليه العامل على حسب المكنة اللي شغال عليها يعني مثلا خمستاشر ألف ووجه الرئيس السيسي سؤالا آخر للعامل سبب الغلاء للعيش الحر في بقية الأسواق ليه فيما رض شاب آخر كان واقفا بجواره بسبب الارتفاع العالمي عموما ليقول الرئيس السيسي انت مالك بالعالمي أوه احنا زودنا عليكم الدقيق احنا مش بند الدقيق من وزارة التمويل بالحصص سواء كانت للخبز المدعم أو غير المدعم أكبر دورة ربح هي الدورة اليومية أنا كل يوم بعمل رغيف بكسب مش زي السلع والبضائع التانية بتقعد أسبوع يعني أنا لو بكسب في الرغيف ريال اللي هو عشرين قرش وأنا بعمل كل يوم عشر تلاف رغيف يبقى بكسب في اليوم أربع تلاف جليه يعني في الشهر مية وعشرين ألف جنيه هل ده رقم قليل اللي بغبز واحد بيعمل عشر تلاف رغيف فقط في اليوم أنا مش بتكلم في رحمة ومش رحمة أنا بقول أي واحد عنده محلة أو مصنع عايز يكسب منه وأنا معاه عايز يكسب ويعيش إنما بالعقل المصدر معانا كان من أرتي وهذا كان حوارا بين الرئيس السيسي وأحد عمال المخابز وكان يعني بيرد عليه رد مهم جدا ألا وهو احنا ما علناش عليكم يعني فلوس دي اللي بتاخدوه من وزارة التموين فبالتالي يعني مش من حقكم تعلوا الأسعار لأن ملكش داعوا بالسعر العالمي انتليك بالسعر اللي بتاخدوه من وزارة التموين فأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر بننتر مع بعض الخبر آخر واعتبارا من اليوم تفاصيل رفع أسعار استوانات الغاز في مصر أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التسعير الجبري الجديد للصونات الغاز المنزلية ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1056 لسنة 22 سعر بيع الغاز السائل المتجاز أو بحسب القرار سيكون سعر بيع الاستوانة وزن 12.5 كيلو جرام تسليم المستودع للمستالك 75 جنيه بزيادة قدرها 5 جنيهات عن آخر مرة زادت فيها الأسعار يوم 4 ديسمبر الماضي وسيكون سعر الاستوانة وزن 25 كيلو جرام تسليم المستودع 150 جنيه بزيادة قدرها 10 جنيه في آخر زيادة في ديسمبر الماضي وسيكون سعر طن الغاز صدب غير شامل 6000 جنيه غير شامل النقل وبحسب القرار تكون تلك الأسعار شاملة رسم للدمغة وينشر هذا القرار ويعمل به بداية من يوم الجمعة الموافق 18 مارس 22 المصدر معانا كان من الجريدة الرسمية وأترك لحضراتكم أتعلي على هذا القرار إذن استوانة الغاز اللي اتزن 12.5 كيلو جرام زادت 5 جنيه بقت ب75 جنيه واستوانة الغاز اللي وزنها 25 كيلو جرام زادت 10 جنيه بقت ب150 جنيه أترك لحضراتكم أتعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر ومسؤول كبير بالدولة بيكشف كم يكفي مغزون البلاد من القمح قال وزير التموين والتجارة المصري علي مصلحي إن مصر لديها مغزون من القمح بيكفي لثلاث أو أربع شهور أشار إلى أنه بسبب الظروف الحالية بات التوريد إجباريا نسبيا لتجنب حدوث نقص أوضح وزير التجارة في تصريح صحفي أنه بات على كل من يزرع قمح تقديم حد أدنى للدولة تم تقديله ب12 أردب لكل فدان وأشار إلى أن مصر تنتج 10 ملايين طن قمح وأكد ضرورة التنسيق بين القطاع الزراعي والدولة من أجل الحفاظ على إنتاج الخبز المدعم وغير المدعم وأكد مصلحي أن مصر لديها الكفاية من القمح حتى بداية العام المقبل وذلك اعتمادا على المساحة المزروعة بالإضافة إلى المخزن منه وأوضح أنه بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا وبما أن أكبر مصادر للقمح يا روسيا وأوكرانيا فإن استيراضات هذه المادة تأثرت المصدر معانا كان من RT وأحب أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر إذن عندنا ما يكفي من القمح لمدة 3 أو 4 شهور غير القمح اللي إحنا هنبدأ إن شاء الله نحصده فهيكون زي ما ذكرت لحضراتكم قبل كده عندنا قمح بيكفي حتى آخر هذه السنة أترك ليكم التعليق وننتقل مع بعض الخبر آخر وفي خبر عاجل إثيوبيا بتعين سفير جديد في مصر أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن تعينها سفيرا جديدا لها في مصر ضمن قائمة السفراء الجدد لدول مختلفة وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية سفيرة دينا مفتي في بيان الرسمي إن الوزارة عينت حسن إبراهيم سفيرا لإثيوبيا في مصر في إطار عملية إصلاح مؤسسي بالوزارة وضحت المفتي إن بعض السفراء سيبقون في أديس أبابا وسيقومون بعملهم الدبلوماسي عن بعد وأضاف منوها أن ما يجعل التعيينات للسفراء مختلفة عن سابقتها هو أنها أوجدت توازنا في تعيين الدبلوماسيين بما يتماشى مع المصلحة الوطنية الكبرى وتابعت أن السفراء الجدد تم تعيينهم من قبل الرئيسة سهل ريكزودي بعد تلقيهم تدريب مكثف لمدة 15 يوما وكان ماركو ستيكيلي سفير إثيوبيا في القاهرة قال في تصريحات بشار سبتمبر الماضي أن السفراء ستغلق في القاهرة ابتداء من أكتوبر 21 لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر لأسباب اقتصادية ومالية لتقليل النفقات وفقا لبوابة الأهرام المصرية وأكد تيكيلي أن القرار لا علاقة له بقضية سد النهضة الإثيوبي بين إثيوبيا وباصر والسودان أضاف أن مفوض السفراء سيودير شؤونها خلال فترة التعليق وجاء تصريح تيكيلي تزامنا مع قرار إثيوبيا بإغلاق حوالي 30 سفراء مؤقتا في عدد من الدول بما في ذلك مصر وكندا وبعض الدول الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالدولة الإفريقية المصدر معانا كان من الخارجية الإثيوبيا إذن تم تعيين سفير جديد إثيوبي لدى مصر أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتهي مع بعض الخبر آخر وعاجل عطل فني في الخط الأول يتسبب في توقف حركة القطارات وتشهد محطة الأنفاق الخط الأول وخاصة أن القطارات المتجهة إلى المرج جديد زحاما شديدا بعد توقف إحدى القطارات ما بين محطة منشية الصدر وكبر الأبة بسبب عطل فني وجاري إصلاحه ونبهت الإذاعة الداخلية على الركاب أنه جاري العمل على تصليح العطل في أقرب وقت أعلنت الشركة المصرية لإدارة تشغيل متر الأنفاق مساء الأحد حدوث عطل فني في أحد القطارات المتجهة إلى محطة المرج وأعلنت الشركة من خلال الإذاعات الداخلية بمحطات الخط الأول عن اعتدارها الجمهور الركاب بسبب العطل وتوقف الحركة قبل نحو 15 دقيقة وقالت الإذاعة الداخلية بمحطات الخط الأول حلوان المرج أن فرق الصيانة تعمل على إعادة تسيير الحركة في أقرب وقت ممكن وتشغيل الخط بكامل طاقته في الاتجاهين المصدر معانا كان من صحيفة الموجز المصرية وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وإن شاء الله يعني نتمنى ما بقاش فيه أي أعطال في شهر رمضان المبارك يعني لأن الناس ستبقى صايمة ومحتاجة أنها تروح بيوتها بسلام وأمان أو تروح الشغل بسلام وأمان بدون أن تتعطل فيجب على إدارة تشغيل متر الأنفاق أن يعني تعمل صيانة لو فيه صيانة دورية تمام ما فيش مشكلة بس يكون فيه تأكد من جاهزية القطارات لشهر رمضان المبارك عشان نسهل ونيسر على الناس وتبقى الأمور يعني مزبوطة وتكون توقيتات وصول القطارات للأرصفة مزبوطة ونتمنى الخير إن شاء الله لجميع المصريين وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك ننتقل مع بعض الخبر أخير معنا والأرصاد الجوية بتحضر من موجة تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة وقالت مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا عن المعدلات الطبيعية لها في هذا العام بمعدل 6 درجات مئوية وضحت إن درجات الحرارة على السواحل الشمالية بتسجل 17 درجة مئوية وأضافت الدكتور مونار غانم خلال مكالمة هاتفها البرنامج السفيرة عزيزة والمذاع على دي ام سي أن ذروة انخفاض درجات الحرارة يوم الثلاث والأربع القادمين نتيجة التأثر بمنخفى الجوي في طبقات الجو العليا وجينا مع بعض نهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضرككم وما دقلتش عليكم إن شاء الله وأشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته